معي عبر الهاتف الدكتور عمر سليمان أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان دكتور عمر يعني معارض أهلا رمضان متواجدة في كافة أنحاء الجمهورية تقدم جميع السلع بأسعار مناسبة للمواطنين في رأيك في أي إطار تأتي جولة رئيس الوزراء اليوم في واحدة من سلاسل المعارض بالجيزة لتأكد من وجود كافة السلع وتأمينها للمواطنين بأسعار وجودة متميزة يعني بالحقيقة جهود الدولة خاصة مع دخول شهر رمضان الكريم والانتفاعات العالمية في أسعار المواد الغذائية هي جهود حكيسة جدا ونموذج معارض أهلا رمضان هو نموذج من التجارب التي تعملها الدولة المصرية سواء في مواجهة غلاء الأسعار أو تجربة المشاركة مع القطاع الخاص وتمشيط المبيعات في القطاع الخاص نحن نتكلم على جافر قبيل جهود تحاك الترافيرية وتحاك الصناعات وعديد من شركات القطاع الخاص في مبادرة بتساعد القطاع الخاص على ضغط مبيعاته وفي الوقت نفسه الانتهاق من الخرطات المصيصة اللي بتتربح حققته بتتغل المواطنين بتوصيل الصلع بشكل مباشر من خلال معارض ومنافذ بتوزيرها الدولة بشكل مباشر مع المواطنين وأعتقد أن ده واحد من أجل من الوسائل الفعالة للقضاء على الاحتكار والقضاء على زواهر الجشع أو البيع والمغالاة في احتكار للسجل نعم أشكرك جزيلا عبر الهاتف دكتور عمر سليمان أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان